السلام عليكم. موبايل اقتصادي شبه الايفون ومش بتكسر. دي وعود ريلمي اللي بتقدمها وهي بتقدم لك الريلمي سي تلاتة وستين. فخلينا نشوف مميزاته وعيوبه وفي الاخر نقارنه مع المنافسين. وطبعا العرص تشتريه موبايل ده هتلاقيه في كل فرام حالات الباشا التفاصيل تحت في الدسكريبشن. ويلا بنا نبدأ الفيديو. ونبدأ اول حاجة بالتصميم. الموبايل بيجيب التصميم بلاستيكي بالكامل. لكن دهرت حس ان هو جلد مسطح وقطار مسطح. مع شكل كاميرات اشبه بالاي فون ببروز خفيف. موبايل وزن حوالي مية وتسعين جرام. سمكه رفيع. سبعة وسبعة من عشر مليا متر. لكن بحجم الكبير ده مش سهل تمسكه بيد واحدة. الميزة الرئيسية هنا ان المفترض يكون امتن. وتشوف الشركة بتاعها تهبده في الارض في اعلاناتها. هو صحيح ممكن يكون امتن. لكن عمتن المتانة دي ما تاخدهاش بثقة. يعني هيفضل برضو انت وحظك لو الموبايل واقع ما كان يتكسر. الشاشة هنا ستة وسبعة من عشرة بوصة بدقة اتش دي بترد التسعين هيرتز شاشة اي بي اس ال سي دي جلدتها لطيفة للمشاهدة قالوا انا حلوة خمدقتها مش قوية اقوي. واسطحها مش عالي اقوي. كتصميم فيبتيجي بنوتش. مش صوق بالكاميرا. شكل قديم شوية لكن عادي في السعر ده. كصوت في الموبايل بيجي بسماعة واحدة. بس صوتها جايد جدا بتدعم ميزة اللي بيتضبط الصوت حسب الحاجة اللي شغالة. وفي ميزة اللي انت لما تيتعلي الصوت لاخره تدوس كمان مرة فعلك صوت قوي بس بيقلل الجودة شوية. صوت المايك جايد جدا وان كما فيش مايك اضافي لعزل الضوضاء وسماعة المكالمات جايدة. لكن فيه منفس تلاتة ونص ميلي لهند فري ومطور الاتدادة هنا ضعيف شوية. الموبايل بيجي تطبيق جوجل الخاص بالمكالمات وما يدعمش تطبيق او دايلر. فيه مستشعر تقارب حقيقي بتديك تجربة ممتازة. وفيه منفذين شرائح بجانب كارت ميموري منفصل وتجربة الشبكات ممتازة. الموبايل بيجي بكاميرا خلفية سنائية. واحدة خمسين ميجابيكسل والتانية مالهاش لازمة. وكاميرا امامية تمانية ميجابيكسل. تصوير فيديو سبعمائة وعشرين بي في الكاميرا الامامية والف وتمانين بي في الكاميرا الخلفية. وجودة الصور هنا ضعيفة شوية. تذكر ان الفئة السعرية دي ما فيهش يعني كاميرات خرفية. لكن كمان الكاميرا دي اقل شوية كمان من المنافسين. لكن البطارية هنا خمسة الاف ميلي امبير وبتأدي اداء جيد. سبع ساعات تقريبا استخدام. وكمان بتيجي بشحن سريع خرفي. ارى خمسة واربعين وقت في الفئة السعرية دي. مش موجود في الفئة السعرية دي. حيش حين لك الموبايل فاقل من ساعة. اما في الاداء في الموبايل بيجي باليونيسوك تي ستة مية واتناشر مع ستة جرام ومية ثمانية وعشرين جاجة ذاكرة داخلية. والفترة اللي فاتت تجترينا نشوف معالجات تيونيسوك دي ومفترض انها بتقدم لنا اداء جيد. لكن الاداء مش معتمد بس على المعالج. معتمد كمان على الصوفتوير وخفيته. وهنا كنت حاسة ان الاداء تقيل شوية. الصوفتوير واضح ان هو تقيل شوية ما خلي اداء الموبايل مش احسن حاجة. المعالج ده مفترض ان هو يطلع منه احسن من كده. هي تجربة مش كارسية لكن تقيلة شوية ومحتاجة تتحسن. الوجهة هنا هي باندرويد اربعة عشر. وغير معروف سياسة تحديثات ريلمي في الفئة السعرية دي. وفيه هنا شوية مميزات. نسختين من نفس التطبيق. قفل التطبيقات بكلمة سر او اخفاقها. والمرايفت سيف اللي هي حاجة زي مساحة تانية او مجلد امن. وميزة الميني كابسول اللي هي اسبه بالجزيرة التفاعلية لكن تطبيقات النظام بس اللي انت غالبا مش تستخدمهم. حاجة اسمها بتخليك تخصص زرار تقليل للضوضاء في المكالمات باستخدام الذكاء الاصطناعي. معرفش ما مدى قوة هذه الميزة. اماءات من بعيد لكاتم سوط الموبايل مسلا او تعمل في بعض التطبيقات اللي بتدعم ده. وطبعا في مميزات تانية في الوجهة كده كده. لما نيجي للاضافات في الموبايل بيجي مستشارات التقارب تصارع بوصلة ما فيهوش وما فيهوش راديو. وفي بصمة جانباشة غالب شكلة جيد. وتجربة الخرائط جيدة. وقلبة الموبايل فيها جراب والشاحن. بسعر في عدود ست الاف جنيه في الريلمي سي تلاتة وستين موبايل جيد. ما يدعم لك تجربة جيدة. تصميم جيد. شاحن هو الاسرع في الفاس سعرية دي. يمكن الاداء تقيل شوية. الكاميرا مش احسن حاجة. كل الشاشة مش اعلى حاجة. لكن مقارنة بالفاس سعرية مع الريلمي. موبايلات جيدة انصح بها. شوف مميزات وعيوب كل واحد. وشوف ايه المناسب بالنسبة لك. وبس كده. تماما كون ساعدتك تختار. سلام.